السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في فيديو نهاردة نشتغل مع بعض الطب ده. اتمنى ان شاء الله ان يعجبكم. والشرح يكون كافي ووافي. تقدروا تشتغلوا بالمقاس اللي ناسبكم. انا عملت بمقاس طويل شوية. تقدروا تصغروا المقاس ووضحت ده في الشرح وانا بشتغل. استخدمت خيط ديفا على فتلتين. ده الرقم بتاعه. ده شكله من جوه. شكله جميل خالص. استخدمت معاه ابرة مقاس اربعة ملي متر. وهنحتاج خيط سادة باللون يليق على لون الجنجال. انا استخدمته في الديفا. ممكن تستخدموا ديفا برضو على فتلتين او كوتون جولد لو تستخدموا اللبس ده في الصيف. اه ولو شوتي طبعا تستخدموا خيط صوف. دي الفتلتين اهو. طبعا بتدخل ادينا من هنا ونطلع الخيط. ونستخدم الفتلة اللي جوه مع الفتلة اللي برا. هو يبقى كده الشغل المجوز. اول الحاجة طبعا محتاجين نعرفها هو مقاس الوسط اللي هنشتغل عليه. مقاس الوسط اللي انا محتاجه اتنين وسبعين سنتي. عندنا حالتين هنشتغل عليهم لو انا محتاجة الطب بتاعي يبقى مشغول في الظهر كمية ومناسبة وحتة بسيطة بس اللي مش مشغولة وبعمل فيها الرباط بتاع الظهر. فباخد المقاس بتاع الوسط ده وبقسمه على الاربعة. بيديني كام? بيديني تمنتاشر. انا بالنسبة لي اداني تمنتاشر. باخد التمنتاشر دي. واطرحها من الاتنين وسبعين. اللي هو المقاس الكل بتاع الوسط. يبقى انا كده خدت تلت اربع مقاس الوسط. يبقى هاخد نين وسبعين. اطرح منها تمنتاشر. هتديني حوالي اربعة وخمسين. يبقى ده المقاس اللي هشتغل عليه. عدد السلاسل بتاعة الطب بتاعي. ده في حالة زي ما انا محتاجة ان الفتحة اللي في الظهر ورد تكون تغيرها مش كبيرة. اما بقى لو انا محتاج الفتحة بالمقاس ده كبيرة بالشكل ده. باخد المقاس بتاعي اللي هو الاثنين وسبعين ده. وبقسمها بقى المرة دي على تلاتة مش على الاربعة. اتنين وسبعين بقسمها على تلاتة. ادتني كام? اربعة وعشرين. باخد الاربعة وعشرين دي برضو واطرحها من الاثنين وسبعين ادتني تمانية واربعين. هعمل عدد من السلاسل بمقاس التمانية واربعين دي. اتمنى ان وجهة نظري والشرح يكون واضح واللي محتاج اي سؤال يسألني في كومنتات وانا هرد عليه على طول. هنستخدم الخيط البيج اللي هو الخيط السادة اللي انتو اخترتوه وتشتغلوا به. وهنعمل عدد من السلاسل بمقاس الوسط اللي انتو وصلتوه بالحسابات اللي فاتت. انا هعمل حوالي مية وعشر سلسلة. خلصت هنا اهو. مية وعشرة سلسلة. هرتفع سلسلة ارتفاع وبالراجع هشتغل في كل حلقة من السلاسل دي. غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. وهكمل مية وعشرة غرزة حشو. اول عدد اللي يطلع معاكم. خلصت هنا مية وتسعة غرزة حشو. اخر غرزة هشتغلها معاكم. عشان هنغير الخيط وغير اللون. هجيب بقى الخيط الجنجاو. الخيط الملون بتاعي. واسحبه من الغرزة الاخيرة. رقم مية وعشرة. بالشكل ده. هرتفع تلات سلاسل. اتنين. تلاتة. ده اول عمود عندي في الصف التاني الصف الجديد. هلف الشغل. وهشتغل من الغرزة التانية. غرز عمود بلفة. ده اول غرزة عندي خلاص. لاساس الارتفاع. طبعا ايه بداري الخيط دي وانا شغالة. عشان محتاجش ان انا اشتغل تنظيف الاخر. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وهكمل للاخر. اعمدها بلفة. لحد الغرزة اللي قبل الاخيرة. ونرجع نكمل شغل. خلصت هنا هم. مية وتسعة عمود بلفة. اخر عمود اشتغلوا معكم. عشان هنغير الخيط. هدخل فيه الغرزة الاخيرة. واسحب الخيط بتاعي الجنجون. الغرزة بس دي اشوية. واطلع من حلقتين. ويتبقى عندي اتنين على الابرة. هجيب بقى الخيط السادة اللي هو البيج بتاعي. واطلع من حلقتين دول. انا بحب اربط الخيط في الوصلات اللي زي دي. عقضة واحدة بس. هرتفع سلسلة. والف الشغل. هشتغل من اول غرزة. غرزة حشو. اول غرزة عندي. هداري برضو معي الخيط. اول غرزة بس او غرزتين. وما قصتش الخيط. من اول هنا بقى مش هقص الخيط. وبداري الخيط الموصول معي. اللي مكمل معي. في غرزة او اتنين بس في الاول. هعمل تلات غرز حشو. اده الغرزة التالتة. هبدأ هنا بقى اشكل غرز المجسمة بتاعت الطب بتاعي. باشتغل عمود بلفتين. بلف الخيط مرتين على الابرة كده. وباجي في اول غرزة حشو عندي. اهي. دي اول غرزة حشو في الصف الاولاني. باجي فيها. وبدخل من على اليمين من هنا. شايفين? بدخل من غرزة من هنا. وبطلع من الجنب التاني. يعني بيبقى عندي على الابرة غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها الاولانين. هورهلكو تاني بابرة صغيرة غير الابرة اللي انا شغالة بها. بدخل من غرزة الحشو من الناحية دي واطلع من الناحية التانية. بالشكل ده. بتبقى غرزة الحشو بالكامل على الابرة. دي الغرز اللي بعدها اهي. الصف الاولاني بس هو اللي فيه الكلام ده. انه ببقى الصفوف سهلة جدا. اهو بلف الخيط مرتين على الابرة. وباجي في اول غرزة حشو تحت. وباجي من يمنها واطلع من الجنب التاني. هي الغرزة كلها عندي على الابرة. واسحب الخيط. وبعدين هطلع من حلقتين. وارجع تاني اطلع من حلقتين واسيب اتنين على الابرة. ما بطلعش منه. برجع تاني الف الخيط مرتين على الابرة. وبعد تلات غرز حشو. واحد. اتنين. ودي الغرزة التالتة. ودي الرابعة لنا هشتغل حواليها. الاخيرة دي. هدخل من اليمين واطلع من الجهة التانية. واسحب الخيط وعمل زي ما عملت في الغرزة الاولانية. هطلع من حلقتين على الابرة. وبعدين اتنين. وبعدين هطلع بقى من التلاتة اللي معايا على الابرة. سهلة خالص. وشرحتها ببطئة هون. هنيجي بقى للصف اللي انا شغال فيه الاساسي. بسيب الغرزة اللي بعد الغرزة اللي انا شغال فيها. دي الاخر واحدة اشتغلتها اهي. بسيب اللي بعدها. وبدخل في التانية دي. ايه السبب بقى انا بسيب الغرزة دي لان انا اصلا عملت غرزة جديدة اللي هي الغرزة دي بديل للغرزة اللي وراها. وعشان احافظ على العدد الغرز في الصف بتاعي. فبسيب غرزة ورا الغرزة اللي انا اشتغلتها جديد. واشتغل تلات غرز حشو واحد. اتنين. تلاتة. هعيد تاني اللي انا عملته. هلف الخيط مرتين على العبرة. والغرزة اللي انا دخلت حواليها الاخيرة دي. هدخل حواليها تاني. بالشكل ده. هتبقى هي البداية. واطلع من حلقتين بحلقتين. هده حلقتين من على العبرة. وكمان هطلع من الاتنين اللي بعدهم. واسيب اتنين على العبرة. بالشكل ده. هلف بقى الخيط مرتين على العبرة تاني. وهعد تلات غرز حشو من تحت. اده اول غرزة. اده التانية. واده التالتة. وهاجي في الغرزة الرابعة. واشتغل حواليها. هدخل من الجنب الاولاني. واطلع من الجنب التاني. واسحب الخيط. واطلع من حلقتين بحلقتين زي ما عملنا في الغرز اللي فاتت. واحد. الحلقتين اللي بعدهم. بعدين هطلع من التلاتة اللي على العبرة. ده شكل الغرزة بتاعتي. شكلها جميل جدا ومجسمة. هاجي بقى للصف الاساسي زي ما قلت بسيب الغرزة اللي بعد الغرزة اللي انا اشتغلتها. ومن بعدها واعمل تلات غرز حشو. اده واحد. اتنين. تلاتة. هلف الخيط مرتين على الابرة. واجي في الغرزة الحشو الاخيرة اللي اشتغلت حواليها. ولفي تاني حواليها. واعمل عمود بلفتين. هطلع من حلقتين. وبعدين اطلع من اتنين. واسيب اخر اتنين معي على الابرة. وارجع تاني الف الخيط مرتين على الابرة. واعد تلات غرز حشو. واحد اتنين تلاتة وهاجي في الغرزة الرابعة. واشتغل حواليها. هطلع من اتنين. وبعدين اطلع من الاتنين اللي بعدها. وبعدين اطلع من الثلاثة اللي على الابرة. للتوضيح اكتر للناس اللي غرز الحشو مش باينة معهم او مش عارفين يعدوا حسب غرز الحشو. هنعد هنا حسب غرزة العمود بلف. انا عندي العمود ده. اشتغلت غرزة الحشو اللي تحته. تمام? هاجي بقى هعد حسب غرز العمود بلفة اللي انا اشتغلتهم بعده. اده العمود الاولاني. اده التاني. اده التالت. بغرز الحشو اللي تحته. خلاص. هاجي بقى للعمود الرابع وده غرزة الحشو اللي تحته. يبقى دي اللي هشتغل فيه. كده واضح اكتر اهو. يبقى دي الغرز اللي انا اشتغلتها. وده العمود التاني الاولاني والتاني والتالت بالغرزة الحشو اللي تحته. وده العمود الرابع وده غرزة الحشو اللي انا هشتغل فيه. هلف الخيط مرتين على الابرة اهو. وادخل فيها. وبشتغل زي ما اشتغلت قبل كده. هتمنى ان كده بكون بقى اتوضح. بنفس الطرق دي بقى هشتغل لاخر الصف. ده شكلها معي اهو. وصلت هنا لاخر الصف. اخر حاجة عملتها تلات غرز حشو. هلف الخيط مرتين على الابرة. وهاجي لاخر غرزة حشو اشتغلت فيها. ولف حواليها تاني. واعمل عمود بلفتين. اول حلقتين. تاني حلقتين. وهطلع بقى من الحلقتين اللي على الابرة لو انا عايز انهي الشغل لحد كده. بسيب غرزة وباجي في اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. والعمود اللي بعده. كمان غرزة حشو. في عندكم حل تاني. ممكن وانتو بتعملوا العمود الاخير ده تشتغلوا برضو في اخر غرزة حشو هنا. هو آآ متباقي معايا تلات غرز حشو. فهسيب اتنين في النصف. وهشتغل في اخر غرزة. اعملوها انتو هيبقى شكلها احسن. هتسيبوا غرزتين حشو وتشتغل في الغرزة الاخيرة. وهتشتغلوا فوق. هتسيبوا غرزة برضو وتشتغلوا اخر غرزتين حشو. زي ما عملنا في الاول بالزبط. لو انتو اشتغلتوها هيبقى معاكم بالشكل ده. يعني اشتغلنا في اول غرزة تحت واسبنا فوق تلات غرز. هنا نفس الحكاية. هشتغل بقى الصف الرابع هرتفع تلات سلاسل. اول عمود عندي في الصف. ولف الشغل. طبعا ده اول عمود عندي. فهشتغل من الغرزة التانية. هذا تاني عمود. ثلاثة. اربعة. خمسة. وكمل الاخر. وصلت هنا الاخر الصف وخدت الخيط الجنجام عاية تاني وانا راجعة. اهو عشان كده قلت لكم اتقصوش الخيط عشان برجع اوصله تاني وانا بغير الالوان. خدناه احنا راحين تحت غرزتين وارجعنا بيه تاني. بالشكل ده اهو. هرتفع سلسلة وهشتغل الصف الخامس. هالف الشغل. هاجي في اول غرزة وعمل غرزة حشو. خط الخيط البيج معايا في اول غرزة بس. هالف الخيط مرتين على الابرة. واجي من تحت التمانية دي. من تحت العمودين دول. بالشكل ده. واسحب الخيط. واطلع من حلقتين. وبعدين اسحب الخيط من حلقتين. وهتبقى معايا اتنين على الابرة. هسحب منهم الخيط. هاجي بقى هنا للغرزة الاساسية. انا اشتغلت اول غرزة حشو. هسيب الغرزة اللي بعدها عشان انا عملت لها الغرزة البديل طبعا اللي هي العمود دي. هسيب الغرزة دي وادخل في اللي بعدها. الصف ده بس. هشتغل اتنين حشو مش تلاتة. البداية بتاعته. واحد. اتنين. الجزء ده بس. البداية دي بس اللي هعمل فيها اتنين حشو. بالشكل ده اهو. هلف الخيط مرتين على الابرة. وهرجع للتمانية اللي انا اشتغلت حواليها واشتغل حواليها تاني. هطلع من سلسلتين. وبعدين اطلع من اتنين. وهزيب الاتنين اللي على الابرة. عشان هشتغل في الجنب التاني. هنا ما اشتغلتش في الجنب التاني عشان ما كانش فيه حاجة قبلها. انما هنا فيه. هلف الخيط مرتين على الابرة. وادخل تحت التمانية دي. واسحب الخيط واطلع من سلسلتين بسلسلتين. هده اول اتنين. تاني اتنين. وبعدين اطلع من التلاتة على الابرة. ده هيب اشكل اهو. هسيب الغرزة اللي عليها الدور في الصف الاساسي. وادخل في اللي بعدها. واعمل تلاتة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. هكرر تاني بقى نفس اللي انا عملته. هلف الخيط مرتين على الابرة. وانزل تحت التمانية دي. واسحب الخيط. واطلع من اتنين. وبعدين الحلقتين اللي بعدها. واسيب اتنين على الابرة. هلف الخيط تاني مرتين. وادخل تحت التمانية اللي عليها الدور. واسحب الخيط. واطلع من حلقتين. وبعدين الاتنين اللي بعدها. وبعدين التلاتة. بالشكل اهو. هسيب الغرزة اللي وراها اللي بعدها اللي عليها الدور وعمل تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة بنفس الطريقة دي بالزبط هكمل لاخر الصف بدون اي تغيير وصلت هنا الاخر الصف اخر حاجة عملتها تلات غرز حشو هشتغل معكم اخر عمود هلف الخيط مرتين على الابرة ولف حوالين العمود ده واسحب الخيط واطلع من حلقتين وكمان اتنين واخر اتنين معي اتبقى هنا معي غرز دين هسيب غرزة وهاجي فيه الاخيرة اللي هي سلاسل الارتفاع اخر عمود وعمل فيه غرزة حشو هشتغل الصف الجديد هتفع تلات سلاسل اول عمود ولف الشغل وهشتغل في كل غرزة عمود بلفة اتنين تلاتة اربعة خمسة وكمل لاخر الصف انا بكرر هنا من الصف رقم اتنين لصف رقم خمسة اه كمان مرة لو عايزين تزودوا شوف انتم عايزين الطول يكون تحت حردة القمة قد ايه وزودوا لحد ما توصلوا للطول انتم محتاجينه وصلت هنا لنهاية الصف السادس كل عمود بلفة هاجي هنا في ايه اخر غرزة باخد معي الخيط اللي انا كنت وغداه في اول غرزة واسحب الخيط واطلع من حلقتين وهاخد الخيط السادة او الخيط التاني واطلع من حلقتين اللي على الابر بالشكل ده هرتفع سلسلة ولف الشغل هعمل بالزبط النفس اللي انا عملته في الصف التالت ده اللي هي التمانيات اللي بالبيش ده هكررها تاني هشتغلها فوق هشتغل زي ما عملت تحت تلات غرز حشو زي ما عملت هنا هاخد معي الخيط في اول غرزة زي ما بعمل اول غرزة بس هشتغل غرزة حشو اخد الخيط معي هشتغل تاني غرزة حشو والغرزة التالتة هبدأ بقى اشكل التمانيات والسبعات بتاعتي هلف الخيط مرتين على الابرة وحوالين اول عمود واسحب الخيط واطلع من اتنين وتاني اتنين وهسيب اتنين على الابرة هلف الخيط تاني مرتين على الابرة واجي فيه التمانية اللي بعدها واسحب الخيط واطلع من اتنين وبعدين اتنين وبعدين تلاتة على الابرة هسيب غرزة اي الغرزة دي اللي بعد الغرزة اخر غرزة انا اشتغلتها وعمل تلات غرز حشو واحد اتنين تلاتة هلف الخيط مرتين على الابرة واجي حوالين التمانية دي واسحب الخيط واطلع من اتنين وبعدين اتنين واسيب اتنين على الابرة ولف الخيط تاني مرتين على الابرة واجي فيه التمانية اللي بعدها واسحب الخيط واطلع من اتنين كمان اتنين وبعدين تلاتة على الابرة هسيب غرزة واشتغل تلات غرز حشو ممط ثابت ما بيتغيرش نفس الطرقة دي هكمل لاخر الصف وصلت هنا لنهاية الصف السابع اخر حاجة عملتها تلات غرز حشو اشتغل عمود بلفتين في اخر تمانية وهذا اتنين اتنين وهسيب اتنين على الابرة ولف الخيط تاني مرتين على الابرة وادخل في اخر عمود واطلع من حلقتين اتنين وبعدين التلاتة اللي على الابرة عشان كده قلت لكم اشتغلوا العمود اللي تحت ده كان هيمشي معها بشكل افضل بقى معايا تلات غرز هسيب غرزة واعمل اتنين حشو واحد اتنين هيتبقى بالشكل ده هشتغل الصف الثامن هرتفع تلات سلاسل اول عمود زي الصف ده بالزبط ومن تاني عمود واشتغل تاني عمود بلفة تالت عمود اربعة خمسة واكمل الاخر اخر عمود في الصف الثامن زي ما قلت لكم باخد الخيط معايا اللي انا واخده غرزة وانا رايحة واطلع من حلقتين وبعدين هسيب الخيط اللي انا شغالة به واخد الخيط التاني زي ما قلت لكم ما بقطعش الخيط خالص كده غيرت الخيط هرتفع سلسلة ولف في الشغل وهيشتغل زي ما عملت قبل كده بالزبط اول غرزة عندي باخد معايا الخيط واعمل غرزة حشو هبدأ بقى أشتغل الأشكال بتاعتي نفس اللي انا عملته قبل كده الصف ده غرزة الماسة او قد الف الخيط مرتين على الابرة وهاجي هنا عندي التمانية واطلع من حلقتين وبعدين اتنين والاتنين اللي Conservatory هسيب الغرزة اللي عليها الضور زي ما عملنا قبل كده وعمل اتنين حشو واحد اتنين مش هعمل التالتة هما اتنين بس زي ما عملت قبل كده هلف الخيط مرتین على الابرة وهاجي في اول تمانية وعمل عمود بلفتين. وهسيب حلقتين على الابرة وفي الخيط مرتين. وفي اللي بعدها اسحب الخيط. واطلع من حلقتين. اتنين. وبعدين اطلع من التلاتة. هسيب غرزة وعمل تلاتة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. طبعا هكمل بنفس الطريقة. عمود بلفتين. يمين وشمال. جهات تانية. عمود بلفتين. واطلع من تلاتة حلقات. وكمل بنفس الطريقة الاخر الصاف. انا كده بالنسبالي خلصت صفوف السبات. اللي عايز يزود عن كده يزود. هنبدأ بقى اعمل تناقص من الجنبين. ارتفع سلسلتين. ولف الشغل. هاجي في تاني غرزة. انا كده بعمل تناقص. واطلع من حلقتين. وبعدين الاتنين اللي على الابرة. انا كده بالنسبالي العمودين دول بقى عمود واحد. هاجي في الغرزة اللي بعدها. واسحب الخيط من حلقتين. واسيب اتنين على الابرة. ولفي الخيط تاني. وادخل في الغرزة اللي بعدها. واطلع من حلقتين. وبعدين التلاتة اللي على الابرة. كده عملت اتنين تناقص. يعني الاربع غرز دول. بقى عندي غرزتين بس. هكمل بقى كل غرز عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. وهكمل لحد قبل اخر اربع اعمدة. и اشتغلت اعمدة اهول. حد ما وصلت الراس التمانية دي او راس المسلس ده. اتبقى معي اربع غرز. اشتغل فيهم تناقصين. هدخل في اول غرزة. واطلع من حلقتين. والسيب اتنين على الابرة. ولفي الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها. واطلع من حلقتين. وبعدين التلاتة اللي على الابرة. التناقص التاني. نفس الحكاية. ولفي الخيط وادخل في الغرزة اللي عليها الدور واطلع من حلقتين. والف الخيط وادخل في الغرزة اخيرة زي ما قلت باخد الخيط اللي انا خدت وانا رايحة في غرزة وانا راجعة. عشان اغير اللون. واطلع من حلقتين. وبعدين التلاتة اللي على الابر. هسحب معي في التلاتة دول الخيط السادة. ارتفع سلسلة ولف الشغل. واشتغل بقى الصف الجديد زي ما عملت قبل كده. فاول غرزة عندي واعمل غرزة حشو. وبعدين هشكل غرزة الدي وانت بتاعتي. باجي هنا بلف الخيط مرتين على الابرة. واجي في اول عمود. واطلع من حلقتين. وبعدين اتنين. واسيب اتنين على الابر. هلف الخيط تاني مرتين. وفي اللي بعدها واطلع من حلقتين بحلقتين. بعدين اطلع من التلاتة على الابر. هسيب غرزة واعمل تلات غرز حشو. ما فيش اي اختلاف خالص. نفس الشغل اللي عملته قبل كده. هكمل بقى الاخر الصف. وصلت الاخر الصف. واتبقى معي غرزة واحدة بس. طبعا انا عملت الغرزة البديلة لها. فالمفروض ان انا هسيب الغرزة دي. لكن انا هاجي فيها واعمل منزلقة كأنها مش موجودة خالص. عشان الغرزة الاخيرة بتبقاش طايرة معي. وطبعا عدد الغرزة المتبقية. بيتوقف على عدد سلاسل البداية اللي انتو اشتغلتوها. مش لازمة تبقى زي. ركزوا معي بس في الحتة دي. هرتفع سلسلة واحدة والف الشغل. انا عندي اخر غرزة دي اللي هي المنزلقة. قلت هي ملهاش لازمة معي. فباجي في الغرزة التانية واعمل منزلقة. عشان تبقى دي غرزة البداية بتاعتي. هرتفع السلسلتين اللي بارتفعهم في اول الصف. وهاجي في الغرزة التانية واعمل عمود بالعمل. يبقى ده اول تناقص عندي. هعمل التناقص التاني. هلف الخيط واضخل في الغرزة اللي عليها الدور. واطلع من حلقتين. وهلف الخيط واطلع من حلقتين. وبعدين اطلع من تلاتة على الابرة. يبقى كده اتنين تناقص. هشتغل بقى الباقي عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. واكمل اخر الصف. اخر اربع غرز هعمل فيهم اتنين تناقص زي ما عملت في البداية. هلف الخيط مرتين على الابرة. واطلع من حلقتين. وبعدين الغرزة اللي بعدها. واطلع من حلقتين. وبعدين التلاتة على الابرة. التناقص التاني. نفس الحكاية. هطلع من حلقتين. وهلف الخيط. واضخل في الغرزة اللي بعدها. باخد الخيط الملون معي وبالراجع. واطلع من حلقتين. وبالتلاتة دول هطلع بالخيط الجنجا. هسيب الخيط الزادة. غير الخيط. بالشكل ده. هرتفع سلسلة. واشتغل الصف الجديد. هلف الخيط. نفس اللي انا عملته قبل كده بالزبط. فيش اي اختلاف. هيجي هنا في اول غرزة واعمل غرزة حشو. هلف الخيط بقى مرتين على الابرة. واشتغل الغرزة بتاعتي. اطلع من حلقتين. بعدين اتنين. واسيب اتنين على الابرة. ولف الخيط مرتين. وادخل في الغرزة اللي بعدها. واطلع من اتنين. بعدين اتنين وبعدين تلاتة. واسيب الغرزة اللي وراها. وعمل تلات غرز حشو. خلاص بيدينا حفظين الطريقة. تلاتة. نفس الحكاية برضو هكعمل لاخر الصف. وزي الصف اللي كان بعد التناقص اللي فات. اتبقى معي غرزة واحدة برضو. زي ما قلت حسب عدد سلاسل اللي بداية انتم اشتغلتها او حسب المقاسو انتم شغالين عليه. انا هنا عملت لها البديل اللي هي الغرزة دي. فهاجي فيها واعمل منزلقة. كتقفيل للصف بس. هرتفع سلسلة والف الشغل. ماليش دعوة خلص بغرزة المنزلقة. باكي في الغرزة اللي بعدها. اللي هي اخر غرزة عمود انا عملتها. دي. هدخل فيها واعمل منزلقة. دي البداية عندي اهو. هرتفع بقى سلسلتين. وهاجي في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلف. يبقى ده اول تناقص عندي. هاجي بقى في الغرزتين اللي بعدها واعمل تناقص التاني. هطلع من سلسلتين. ولف الخيط واطلع من السلسلتين. وبعدين التلاتة اللي على الابرة. بقى الصف بقى كله هشتغلو عمود بلف. وصلت لاخر اربع عمادة هعمل فيها اتنين تناقص. هده اول عمود. والعمود التاني اطلع من حلقتين. وبعدين التلاتة اللي على الابرة. تاني تناقص. اول عمود. اطلع من حلقتين. ولف الخيط. هاخد الخيط البيج معي. وادخل فيه السلسلة الغرزة الاخيرة. وهطلع من حلقتين. وبعدين اسحب الخيط البيج معي من التلات حلقات اللي على الابرة. هرتفع سلسلة والف الشغل. اشتغل الصف الجديد. هاجي في اول غرزة زي ما عملت قبل كده. وعمل غرزة حشو. هبدأ بقى اشتغل غرزة الماسة بتاعتي. هلف الخيط مرتين. واجي من تحتها من هنا. وعمل عمود بلفتين. سيب اتنين على الابرة. ولف الخيط مرتين. واجي في اللي بعدها. واعمل اده اتنين. اتنين. واطلع من تلاتة اللي على الابرة. هسيب غرزة واشتغل غرز حشو. هكمل بقى باقي الصف من نفس الطريقة. وزي الصفوف اللي فاتت. اتبقى معايا غرزة واحدة. باجي فيها وعمل منزلقة. وبرتفع سلسلة واحدة. ولف الشغل. وباجي في الغرزة اخر غرزة ان عملتها. بتاعت العمود بلفتين. واعمل منزلقة. البداية عندي. وارتفع سلسلتين. واشتغل اتنين تناقص. ادي تاني غرزة. وبدأ اقول تناقص عندي. وعمل التناقص التاني. الشغل كله متكرر. واشتغل باقي الصف. عمود بلفة. هتفضلوا تشتغلوا تناقص من جنبين. لحد ما توصل المقاس انتم محتاجين من فوق من هنا. هتعرفوا ازاي المقاس المناسب. اما تقسوه على الجسم مباشرة. يا اما تجيبوا اي طب عندكم. وتشوفوا انت عايزين المقاس يوصل لحد فين. لحد هنا مثلا. هتجيبوا المزورة. وتقسوا الحتة دي. طلعت معاكم مثلا 26 سنتي. يبقى تفضلوا تشتغلوا تناقص من جنبين. لحد ما يبقى المقاس عندكم من هنا 26 سنتي. ده الشكل النهائي اللي طلع معايا بعد ما وصلت المقاس اللي انا محتاجة والمناسب ليا. عملت هنا من غرزة الماسة دي من عدو الصفو بتاعتها حوالي خمستاشر واحدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر تماشر تلتاشر بعتاشر خمستاشر. اخر حاجة اشتغلتها كان باللون البيج اللي هي غرزة الماسة دي. هكمل بغرزة البيج معايا مقطع شرخيط طبعا. وهاجي من الجنب من هنا واشتغل غرز حشو. طلع معايا حوالي ستة واربعين غرزة حشو. هاجي في اول غرزة كده من الجنب غرزة العمود. واعمل فيها اتنين حشو واربع. ده واحد. اتنين. اللي عليه الدور اللي هو صف حشو. اللي هو غرزة الماسة بيبقى عبارة عن غرز حشو. فهاجي فيها من الجنب. واعمل غرزة الحشو التالتة. اللي بعدها عمود او سلاسل ارتفاع. بعمل فيها غرزتين حشو. اربعة. خمسة. الصف اللي عليه الدور. صف حشو. بيجي فيها من الجنب. واعمل غرزة حشو واحدة. ستة. واللي بعدها عمود وهكزا. هكمل بنفس الطريقة. كل عمود غرزتين حشو. والصف الحشو جنب غرزة حشو واحدة. هكمل هنا الاخر. دير ما يدور لحد ما وصل للكورنر ده. زي ما قلت بتطلع معي ستة واربعين حشو. خلصت حشو في الجنب الاولاني. وصلت الاول كورنر عندي. هاجف اول غرزة من فوق. اللي هي السلسلة دي. واعمل فيها غرزة حشو. هعمل تلات سلاسل. وبعدين كمان اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى كده سبع سلاسل. هاجب الراجع وعد اربع سلاسل. ولف الخيط على الابرة. واجف السلسلة الرابعة. هاخد حلقتين. عشان تبقى متمسكة معي. وهسيب حلقة تحت. اهو حلقتين فوق وحلقة تحت. واشتغل عمود بلفة. هطلع من حلقتين. واسيب اتنين على الابرة. هعمل غرزة الفشرة او غرزة البوف او اي ان كان المسمى. تاني. واطلع من حلقتين. عندي كده تلاتة على الابرة. اعمل كمان مرتين. وادخل في الحلقة الرابعة. واطلع من حلقتين. تبقى هنا كده اربعة على الابرة كمان مرة. هدخل في نفس السلسلة. واطلع من حلقتين. بقى معي كده خمسة على الابرة. هسحب الخيط واطلع من الخمس حلقات. بالشكل ده. العايز يزود يزود حسب الرغبة. هطلع اربع سلاسل. وهادي فيه السلسلة الرابعة. هلف الخيط. وادخل في السلسلة الرابعة. برضو اخد حلقتين على الابرة. واطلع من حلقتين. هتكرر تاني. هلف الخيط على الابرة. وادخل في نفس السلسلة. واطلع من حلقتين. كده تلاتة. هلف الخيط على الابرة. وادخل في نفس السلسلة. اربع حلقات. لسه لي مرة. واسحب الخيط واطلع من حلقتين. كده معي خمسة على الابرة هسحب الخيط واطلع منه. عندي هنا حلين. يا اما هدخل في اللي هي السلسلة اللي انا عملت فيها الاربعة الاولين دول. هدخل فيها واعمل منزل كعادية خالص. ودي انا ما بفضلهاش محبتهاش يعني. هتطلع معايا بالشكل ده. اهي. هعمل بقى تلت سلاسل. وهاجي فوق المثلس او غرزة الماسة اللي عليها الدور. فوق هنا. واعمل منزلقة. اكرر تاني اللي انا عملته هعمل سبع سلاسل. ادى تلاتة. واعمل كمان اربعة. وهاجي في الغرزة الرابعة وعمل الغرزة الباف او فشارة. هاجي اخد معايا حلقتين على الابرة. وكرر تاني هطلع من حلقتين واسيب اتنين على الابرة كمان مرة. واطلع من حلقتين. وسيب اتنين كده معايا تلاتة على الابرة. واطلع من اتنين كده معايا اربعة. كمان مرة الاخيرة. واطلع من حلقتين. وبعدين اطلع من الخمسة اللي على الابرة. هرتفع تاني اربع سلاسل. وهتكرر تاني هرجع للاستلسلة الرابعة اللي تحت. واعمل اربعة عمود. هدخل في حلقتين. هطلع من اتنين وسيب اتنين على الابرة. تاني مرة. اتنين وسيب كده تلاتة على الابرة. واطلع من حلقتين. بقى معي اربعة. واخر واحدة. وبعدين اطلع من الخمسة اللي على الابرة. هعمل منزلقة. وبعدين هعمل ثلاث سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهاجي فوق راس آآ المسلس بتاع ده. واعمل منزلقة. طبعا بنفس الطريقة هتكرر لاخر الصاف. دي في حالة لو هتشتغلوا منزلقة عادية وانتو بتقفلوا القورة دي. ده هيبقى شكلها معي. هكمل بقى بنفس الطريقة لاخر الطب. الجزء اللي تحت كله. هاجي بقى للطريقة التانية المنزلقة طبعا ولكم حرورية الاختيار. انكم تعملوا بالطريقة اللي تريحكم. باجي هنا في الحلقة اللي تحت. وبالف الخيط بتاعي من ورا الابرة. بالشكل ده ها. هجيبه من تحت الابرة. هيبقى الخيط معي ورا الابرة. والحلقتين فوق كده. فبقى اعمل منزلقة. اللي عايز يعمل بالطريقة دي يعمل والعايز يعمل بالطريقة التانية عادي. انا بس حبيت اوريك وانا حبيت الطريقة النهين واشتغلت بيه. وده شكل الطب بتاعي بعد ما خلصت الشغل كله من تحت الكور كلها. لحد الكورنر التاني. هبدأ بقى اشتغل في الجنب التاني وغرز حشو زي ما عملت في الجنب الاولاني. برضو مفوض يطلعوا معي ستة واربعين غرزة حشو زي الجنب ده. او حسب عدد الصفوف اللي انتم اشتغلتوها. اول صف عندي بيبقى حشو بعمل فيه غرزة حشو. وبعدين عندي عمود. بعمل فيه اتنين حشو. هده اول جزء من العمود. الغرزة بس دايقة شوية. والجزء التاني اللي فوق من العمود واعمل فيه حشو. طبعا مش محتاجين نكمل. انت عارفين الطريقة هنكمل بقى الجنب ده كله لحد الاخر لحد ما اوصل للقورنر اللي فوق. خلصت هنا الجنب التاني غرزة حشو اهو وصلت للقورنر اللي فوق. هاجي في اول غرزة حشو معي اللي هي باللون البيش دي. واعمل فيها غرزتين حشو. عشان دي زاوية وبلفها. اده غرزة. والغرزة التانية. وباقي الصف من فوق. هشتغل فيه غرز حشو. بيطلعوا معي حوالي ستة وستين. حسب العدد اللي يطلع معاكم والمقاس المزبوط. تلاتة. اربعة. واكمل لحد الاخر. زي ما قلتلكم وطلع معايا تزايد. وستة وستين حشو. واخر غرزة معايا. هعمل فيها تزايد. بيجي بقى في اول غرزة اشتغلتها في الجنب. واعمل فيها منزلقة. يبقى انا كده حسب المقاس المناسب له عملت هنا ستة واربعين حشو. هنا تزايد وستة وستين وتزايد. وهنا ستة واربعين وهنا الكور بتاعتي. هبدأ بقى اشتغل في الدراع من مكان ما وقفنا. يا اما اشتغل سلاسل بالشكل ده. وده الاصلا اللي في الموديل الاصلي الصورة اللي انا شفتها. الدراع عبارة عن سلاسل بس. مش فيها اش يغل. ممكن بقى تعملوا فيها غرز حشو بالراجع لو انتم عايزين تتخنوها شوية. ده حل التاني. يا اما سلاسل يا اما تشتغل غرز حشو بالراجع. بعد ما تعملوا الطول المناسب لكم اللي هو بالنسبة لي طلع معايا متر ونص مية وخمسين سنتي. ده الطول المناسب للدراع حسب ما انا محتاجة. او بنرجع لحل التالت اعمل منزلقات. يا اما اعمل سلاسل بطول متر ونص. يا اما اعمل سلاسل وبنرجع اشتغل غرز حشو. يا اما اعمل سلاسل وبنرجع اشتغل منزلقات. ده الشكل التالت اهو. انا بقى عملت حاجة رابعة خالص. بجيب ابرة مقاس اصغر شوية. وبجيب الخط بتاعي. خط منفصل. وبعمل ايه بعمل سلسلته. وباجي في السلسلة الاولى وعمل غرزة حشو. في الحلقة بتاعت السلسلة الاولى. عندي في حلقة تحت للسلسلة الاولى. باجي فيها و اعمل منزلقات. بدخل اهو في الحلقة تانية بتاع السلسلة التحت. وامل منزلقات. هاج اشوف في الشغلة عندي من جنب الغرزة الا انا اشتغلتها ا Burpee حلقتين كده فوق بعض. بادخل فيهم واضحة خلص اهي. واسحب الخيط وعمل غرزة حشو. هلاقي برضو في نفس الجنب التاني اهو. حلقتين فوق بعض. هدخل فيهم. واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. بتديني شكل خالص للدراع. عامل زي الدفيرة كده صغيرة. وباجي في الجنب اهو برضو نفس الحلقتين فوق بعض. اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. نفس الطريقة. الحلقتين فوق بعض. اسحب الخيط. واشتغل حشو. هوريكم بقى طريقة كمان جميلة. انا هنا اهو. عندي الحلقتين في الجنب اهو. بادخل فيهم. واعمل غرزة حشو. هلف الجنب التاني. وادخل في الحلقتين اللي هناك. هي نفس الطريقة لو عايزين ايه? تعتموا دي. واجي في الجنب ده. يمين مش مال كده. واشتغل غرزة حشو. هلف الجنب التاني. واجي في الحلقتين اللي هناك. من الجهة التانية. واعمل غرزة حشو. نفس الحكاية. هي نفس الطريقة بس بتكنيك معين بحيس ان الخيط ما يبقاش لفف معي وانا شغالة. اهو. واجي في الحلقتين اللي هناك. وعمل غرزة حشو. انا بقى لكم على الفنيات الصغيرة اللي بتقابدني في الشغل. اهو ده شكلها. خيط طعم من هنا اهو. عملت حوالي مية وخمسين سنتي. غرزة شكلها رائق خالص. طبعا نفس الدراع ده بعملوه في الجنب التاني وبخيطه في الطب من فوق. في الكورنر التاني. انا هنا زبطت الدراع الاولاني. اهو. جيت من فوق من هنا. من اخر صفف صفوف السبات. من جنب العمود. ودخلت بالدراع بتاعي. وجيت هنا من نص. من الجهة التانية. وطلعت بالدراع برضو. هيجي بقى اشتغل معاكم الدراع التاني ده. هعكس طبعا واجي من الجنب التاني. من فوق وادخل بالدراع. بالشكل ده. والجنب المقابل. مقابل لي. هدخل من النص. من تحت كده. واسحب الدراع لفوق. انا اكتفيت بكده في آآ لف الدراع بتاع الطب. لو انتو بقى عايزين تربطوه بطريقة تانية او تزودوا وتدخلوا من آآ الصف الاخير هنا. ما فيش اي مشكلة. لكم حرية الاختيار. ممكن تدخلوا من هنا. بس انا هكتفي بدا. بعد ما البس الطب. بالف الرباط بتاعي كده. على البطن من قدام. وعمل الشكل انا عايزاه. ده بالزبط اللي انا لقيته في الموديل الاصلي. وكده يبقى خلصنا كل خطوات الطب. عايز اقول لكم ان هو في اللبس طحفة. والالوان عالطبيعة جميلة جدا. غير الفيديو. جيت هنا في اخر الرباط. حطيت الخرستين دول. لايقين على اي لون من الوان الطب.